الشهداء وجدت أسباب لهزيمة المسلمين قبل أن أتكلم عن مجرات المعركة فأدور حول الأسباب التي أدت إلى هذه الهزيمة الشديدة على المسلمين وعلى عبد الرحمن الغافقي هناك أسباب ذكرت في بداية كلامي أن هذه العصبية التي بدأت تظهر ما بين العرب والبربر فهذه العصبية كان عبد الرحمن كفكة فهذه العصبية لكن لا شك أنها كانت تظهر أحيانا فوق السطح عند وجود خلافات أو وجود مشكلات فهذه العصبية كانت تظهر أحيانا بين الجنود لكن عبد الرحمن عليه رحمة الله كان يسارع بأن يقضي على هذه العصبيات من ذلك وهو من أهم الأسباب لهزيمة المسلمين في هذه المعركة الكبرى مسألة الغنائم ستقول كيف تؤدي الغنائم إلى الهزيمة سنرى أنا ذكرت أن عبد الرحمن الغافقي استطاع أن تقريبا أن يدخل إلى مدن الجنوب الفرنسي بكاملها من الشرق إلى الغرب وغنائم كثيرة جدا وأسرى وسبق وكل هذا كان مع الجيش فكان خلف الجيش أين سيرسلون هذه الغنائم وهم من معركة إلى معركة إلى معركة فكان هناك الغنائم خلف الجيش وعليها حراسات مخصصة لحراسة هذه الغنائم فمن هذه الغنائم سيهزم المسلمون أولا كما ذكرت من ناحية ثقة للحركة مع كثرة هذه الغنائم وتعيين حراسا وفرسانا لحراستها وهي تكون في مؤخرة الجيش دائما فكانوا يتحركون ومعهم هذا هذه الغنائم السقيلة في الحركة وإن خفة الحركة لشك أن خفة الحركة والمناورة التي يجيدها المسلمون هذه الخفة وهذه المناورة هذه الغنائم الكثيرة والسقيلة جدا ستقلل من هذا كما سنعر هذا من ناحية من ناحية أخرى كسرة هذه الغنائم وبريق هذه الغنائم جعل هذا يقع في قلوب الكثير من الجنود فبهرجت الغنائم والسبي والزهب فهذا أدى إلى أن يقع في قلوب الكثير من الجنود فتعلقوا بهذه الغنائم حتى أن بعض الجنود من بعض القبائل من البربر قال لعبد الرحمن دعنا نرجع بهذه الغنائم إلى الأندلس فنعيدها ثم نرجع مرة أخرى بلا غنائم فيكون أكثر حركة وأكثر حرية لكن عبد الرحمن رأى أنه لن لا يستطيع العودة الآن وقد اقترب من عاصمة فرنسا وسبحان الله تقول يا ليته استمع لمن قال ذلك وإن كان هم يريدون ذلك خوفاً على الغنائم لكن لو أنه استمع إليهم ورجع بهذه الغنائم أو أمر من يرجع بهذه الغنائم لما أتي المسلمون من ناحية الغنائم فالغنائم من ناحيتين تعلق قلوب الجنود بهذه الغنائم السمينة ومن ناحية أخرى أدت إلى بط حركة المسلمين وهذه الغنائم وما حدث في هذه المعركة في بلاط الشهداء هي عند الغرب تسمى بواتية أو بواتية اللي هي المعركة ببلاط الشهداء عندنا نحن تسمى ببلاط الشهداء عند الغرب تسمى ببواتية